المتابعة ينضم إلينا من بغداد السيد واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية لدراسات الاستراتيجية سيد واثق قانونيا الكلمة الفصل تكون لتوقيعات النواب كما يرى تحالف دولة القانون والفتح أم لرؤساء الكتل كما يرى تحالف أو تكتل البناء والإصلاح شكرا مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام يعني أولا مشكالية تحدثت عنها في قناتكم قبل أيام وقلت أنه الجلسة لن تنتشيء وسنكون في خرق دستوري كبير اليوم الإشكالية أن هناك تعليمات وهناك توجهة محكمة اتحادية تعتمد آلية توقيع رئيس الكتلة السياسية وليس كل الأعضاء لكن اليوم النواب صوتوا مضامن لبقاء هؤلاء النواب بعد أن أدوا اليأمين أن يبقوا مع كتلهم المشكلة الثانية الكتلتين أحدهم يتحدث عن 180 نائب والآخر يتحدث عن 150 نائب يعني 230 نائب ل325 نائب البرلمان كله 329 الكرد لم يحسبوا أكثر من 450 يعني الكتلتين وصلت عدد البرلمان إلى 400 هنا أن كل كتلة تحسب عدد من مقاعد الأكراد إلى كتلتها لماذا لا يحسم الأكراد موقفهم وتحل هذه الأزمة؟ الأكراد لن يدخلوا إلى أي كتلة وهذه معلومة أن يمتلكها ومتأكد من عددها لأسباب عندما يدخلوا مع أي كتلة سيخسرون الكثير من المناصب لأن توزيع المناصب في الدولة العراقية في نظام يعتمد على الدرجات منصب رئيس الوزراء يأخذ 15 درجة يقول الأكراد نبقى في كتلتنا السياسية نحن نحصل على رئاسة الجمهورية وزارة السيادية ووزارات أخرى ولذلك هم يحسموا أمرهم لن يدخلوا في أي كتلة لحين أن تكتب للكتلة الأكبر عددا ثم يبدأ تحالفهم بعدها مع أي كتلة فائزة طيب السيناريو القادم خلال فترة الخمسة عشر يوما القادمين يعني أنا أعتقد اليوم أكو خرق دستوري كبير كان المفروض برئيسي السن أن يحل البرلمان ويندعون انتخابات جديدة لا يجوز جعل الجلسة مفتوحة ولا يجوز تأجيلها لاعتبار أن الدستور يتحدث في هذه الجلسة بعد أداء القسم يجب أن ينتخب رئيس البرلمان ونائبيه مشكلة التحالف السني رشح ستة مرشحين وهناك خلاف كبير ببيت السني الكرد اللي هم منصب رئاسة الجمهورية وهناك خمسة مرشحين وصراع كبير وبالتالي لم تحسم الأمور حتى غدا الاخمسة عشر يوم القادمة ستكون حبلة بتصعيدات تأثيرات خارجية كبيرة ستكون في المشهد العراقي شكرا جزيلا لك من بغداد سيد وثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية لدراسة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر